أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك وللأهلة ألهي مواقيت للناس والحج وليس البرب أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتبوا إن الله لا يحب المغتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن امتعوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن امتعوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والخلمات قصاص فمن اغتدى عليكم فاغتدوا عليه بمثل ما اغتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أغشنتم فما استيزر من الهد ولا تحلقوا روسكم حتى يملغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صنقت أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتغ بالعمرة إلى الحج فما استيزر من الهد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك وشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر مولومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفز ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزات التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسقكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تعخر فلا إثم عليه ومن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أولد الخشام وإذا تولى سغى في الأرض ليفسد فيها ويولك الحلف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فخسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشعي نفسه فتغاء مرضات الله والله رأوكم بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخنوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز الحكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الآمن وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد مقاب زين للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يربق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات دغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاغ إلى صراطه وإن نصر الله قريب يسأل لك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد لعن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاؤوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسي قل فيهما إثم كبير ومنافع من الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقوه قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروه في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوالكم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنتحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنتحوا المشركين حتى يؤمنوا ولو عبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يبعون إلى النار والله يبعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزن النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهدين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلنوا أنكم ملاقوف وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتسمحوا بين الناس هو الله سميع علي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ساء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهم أن يدتم ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللذجال عليهن درجا هو الله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن شاكم بمعروف أو تسليح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتبت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يغلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سجحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدون ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسا ولا تتخذوا آيات الله مذوان واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب ولحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء وليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تقبلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهار والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يؤدعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تجار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشافهن فلا جناق عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناق عليكم إذا سلمتم ما آتلتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشران فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيه ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواغدوهن سروا إلا أن تقولوا قولا معروفا علم الله أنكم ستذكرون من خطبة النساء أو قولا معروفا علم الله أنكم ستذكرون من خطبة النساء أو قولا معروفا علم الله أنكم ستذكرون من خطبة النساء أو قولا معروفا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تاقنون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أروف حذرا منت فقال لهم الله موتون ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم لعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلون قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طانوت ملكا قالوا أن ما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعتم من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طانوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بمهاره فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترث غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابلين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل ذاه ججالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا ذكر الله إلا سبعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسنين صدق الله عزي عظيم اللهم صل وسلم وزد وبالي على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صلوات اللهم صلوات